أكد وزير البترول طارق الملة على أهمية ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج لتوفير إمدادات مستقرة مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية جذلك خلال اللقاء الوزير مع مسؤولي شركة أمريكية برئاسة مؤسسها روجر بلانك لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بجنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية بالإضافة لقصص النجاح التي حققتها خلال فترة وجيزة منذ بدء عملها في مصر عام 2016 فقد حققت متوسط إنتاج بلغ 8000 برميل يوميا